طيب اسمحوا لي أننا في الحلقة المهمة دي أنا شاهدنا أهم حلقات السلسلة في الخواطر الغربوية في الرحلة الهندية هنجاوب على سؤال السر الكبير خلف تقدم الهند رغم التحديات المذكورة على المستوى الديني والعرقي والديمغرافي اللي احنا تكلمنا فيها في الحلقة السابقة أنا من خلال المطلع المتوضع في الحقل المكتبي والأكاديمي وأيضا استعانى بعض المراجعة العربية والأجنبية والحديث مع بعض الخبراء اللي لهم اطلاع ثم ما تلزلك من زيارة في أواخر العام 2017 أعتقد السر الكبير في بحار الهند نحو المستقبل وتحقيق الاكتفاء الذاتي هو النخبة الهندية النخبة الهندية على المستوى الثقافي وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي هذه النخبة الهندية بداية من الزعيم الفيلسوف غندي ذلك المناضل الذي ابتدع وسيلة حرب العنف للمقاومة ونجح في إخراج الإنجليز المحتلين بعد قرابة قرن من الزمن من الهند ثم ما تلاهم النهرو ثم رجيف غندي وأنديرا غندي كل هذه النخبة السياسية هي نخبة تمتاز بأنها عقلها مركب أقصب بالعقل مركب يعني للطلاع الواسع على الثقافات العالمية خاصة الغربية ثم للطلاع على المغروس القديم الهندي أيضا تلقت تعليمها في الجماعات الأوروبية وأنها تنتمي للفضاء المدني والاجتماعي وليس للفضاء العسكري اللي هو عنده صعوبة في إدراك الأبعاد الثقافية هذه النخبة بعمق التواصل الفكري والثقافي والعلمي ثم أيضا أنها نخبة غير مستعلية على المجتمع الهندي وعلى ثقافته ونجحت عبر هذا التعليم في تحقيق انتقال للمستقبل دون الحاجة إلى الصدام مع المجتمع يعني لكم غندي إعداد الثقافي والفكري تربى في جنوب أفريقيا تعلم في جنوب أفريقيا وبتعس خرابة ثلاث سنوات في لندن درس الفلسفة والحقوق ثم عاد إلى الهند أيضا طاف فيها وطلع وتواصل مع المسلمين والهندوس والسيخ وكل المكونات الفكرية الموجودة وبالتالي تحرك بعدما استوعب مكونات المجتمع الهندي نجح في العبور نحو المستقبل النخبة الثانية هي النخبة الاقتصادية وأبرزهم كان المهندس المشهور الذي أنجع شركة التاتة الاقتصادية وكان همه هو تحقيق الاكتفاء الزاتي للهند من معدن الحديد الصلب الفلاز ونجح في كده عبر إنشاء المصانع والمصاهر في المرحلة بالتعاون مع نهر وطبعا كثير منهم من النخبة الاقتصادية لها بعض النجاحات في هذا المصار أيضا على مستوى الثقافي نجحت النخبة الثقافية في عمل موأمة مع الفكر الغربي الحديث وأيضا الموروس القديم الهندوسي فأعتقد السر الكبير في تجنب المجتمع الهندي السقوط في الاحتراب والحرب الأهلية والبطالة والفقر أن سائق القطار الهندي هو سائق ماهر جدا ومقدر للركاب لا يمتهن الركاب عارف ثقافتهم وأيضا يختار الطريق بحكمة واقتدار وهذه النخبة كان دائما عنها على مصلحة الوطن لاعد المعارك الانتخابية الضيق لو قلنا مثال نهره كمثال بعد التحرر قاد الهند نحو الدخول المجال العلمي ونجح في وضع بندفة دستورية نص على أن على المواطن الهندي أن يدعم الجهود العلمية في التقدم عمل بنية ثقافية على مستوى المعامل والمختبرات نجحت في أن تمكن الهند من إطلاق القمر الصناعي في العام تقريبا 1973 ولما سألوا عن القمر الصناعي نحن ندرك أن هناك حرب نجوم بين روسيا وأمريكا ولكن نطلق الأمر الصناعي من أجل خدمة الفلاحة الهند الفقير حتى يعرف متى يزرع متى تسقط الأمطار متى يمكن أن يصدر المنتج فأعتقد من خلال رأيي المتواضع أن السر الكبير في إبحار الهند نحو المستقبل هو تمكنها أو امتلكها لنخبة عميقة ومؤمنة بالحرية والعدالة والمساواة وقلبها على البلد بعيد عن الاشتباك والسجل السجل الأيدولوجي هذه النخبة كانت على المستوى الثقافي والمستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصاد وهي إلى الآن ما زالت تتوارس هذه التقاليد التي عنها على مصطحة الهند الكبرى وليس على بعض المصالح الضيقة فأعتقد أن هذا هو السر الكبير رغم التحديات التي ذكرناها أن الهند أصبحت الآن رقم عالمي ضخم على المستوى العسكري والاقتصادي والسياسي وامتلاك نخبة واعدة ومدركة للثقافة العالمية ومتصالحة مع المجتمع لم تخد معارك كسر عظام مع الثقافة الهندية وموروس الهندي شاكر متابعتكم وتواصلكم ووزؤكم وأتمنى إن شاء الله لو في شيء من التصويب يصلنا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله